طيب عايز تقييمك بقى لبعض اللعيبة مش مصريين تقييمك لأداء رياض محرز في البطولة دي رياض محرز يعني ما أظهرش بمستوى الحقيقي في البطولة دي يعني رياض محرز أحسن من جابة كتير جدا تديله كم؟ طب منتخب الجزائر كله متلخبط كده يعني رياض تديله كم في الثلاث ماتشاط؟ أو في الماتشين؟ 6 من عشرة 6 من عشرة؟ طب هسألك سؤال هسألك سؤال هو أنت شمعني يعني ما قلت إن صلاح فوق مستوى التقييم وخليت رياض محرز مش فوق مستوى التقييم ده بلعب مانشستر سيتي لا لما رياض محرز يعني هو حما صلاح فخر العرب ورياض محرز برضو من نجم من نجوم العرب طبعا مش معنا ده قيمته ده مكان لا طبعا رياض محرز نجمه أنا بحب أداءه جدا وبحبه مانشستر أنا بشجع مانشستر سيتي أساسا لا والله طبعا أيوة بس قيمته بقى قيمته لإنه هو لما يوصل لمرتبة محمد صالح مش عقد ريقيمه طيب طبعا 6 من 10 لأداءه في المطشين آه ساديه ما نيه زيه 6 من 10 6 من 10 لرده على الأقل هو جاب ضرب الجزاء في مطش زمبابو يعني آه لكن عادي مش هو ده صح؟ آه طبعا بغداد بنجاح أنا بحب اللعب ده جدا وأنا كمان أنا بحبه قوي بيبدل مع إسلام سليماني آه ما بيلعبش كتير لكن أنا أعتقد إن لو اعتمدوا عليها يبقى أداءه أفضل آه بغداد بنجاح ده أنا شايف إنه يحترف الدورة الإنجليزية عالي معلول ياخد 7 من 10 عالي معلول آه منتخب تونس أداءه متباين يعني هو لعب مطش وحش قدام مالي ومطش حلو قدام موريتانيا آه مش يلعب الفكر عنده كورونا بكرة تكريبا مش يلعب بكرة عنده كورونا آه 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 easily يعني بشكل عام خمسة من عشر خمسة من عشر آه يعني لعب قدام مبارأي في ريحت بالمسلوسى والسيف الجزيرى؟ هدافين إلي ج米 Frances؟ شفتهم وبتبسطت جدا لأداءهم في المنتخب التونسي وشاف إن أداءهم في المنتخب التونسي أفضل إن أداءهم في الزمالك طيب تقييمك ليه سوفيان بوفال وأشرف حكيمي اللي جابوا جونين مبارح أشرف حكيمي جاب جون يدرس حاجة يعني بصراحة فاخرة لعيب كبير جدا وحاجة يعني بدأ يظهر مستواف البطولة واعتقد إن اللعيب المجموعة دي هتبدأ تظهر يعني المحتاجين هتدفين الكبار دول هنشوفهم في المباراة الجاية بوضع مختلف تفتكر ممكن شوف أشرف قريب ولا حاجة أشرف حكيمي في ماتش ولا حاجة يعني مؤكد ولا شكلها كده هو بعيد خالص لا أشرف حكيمي لعيب كبير جدا 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 والهدف اللي جابه ده أنا شايف إنه هيكون أحسن هدف في البطولة أجمل هدف في البطولة أشرف حكيمي أه يعني أساسا لعيب مقاتل وبدني علي قوي باك رايت بينقض وقوي وكده وتحس إنه عنده شخصية في الملعب وكده هدف عالمي اللي جابه جد يعني لعيب كبير جدا 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 منتخب الجزارة أتمناله طبعا التوفيق نا لسه لسه أنا أتوقع لسه لسه أعملنا حاجة لسه أنا أتوقع لكن لكن في لعيبة تانية لفتت انتباهك يعني فيه فيزنتي بوبكر مثلا ده هدف البطولة حتى الآن في 3 مطشات 5 جوان بصراحة لعيب كبير يعني من أول لحظة من أول لحظة لفت الأنظار إن ده لعيب كبير وإن ده هيبقى مفاجئة البطولة أعتقد إن هيكون هدف البطولة اشتركوا في القناة